أوقفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمويل بأشكاله كافة وقررت ترك قراره للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وأذرت وثيقة صادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي توجيه الحكومة المستقيلة بآخر جلسة لها وزارة المالية بإقاف تمويل بأشكاله كافة لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة لمعالجة انخفاض الإيرادة بسبب انخفاض سعر النفط وشمل القرار الذي أصدرته حكومة عادل عبد المهدي إيقاف تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق حيث تجمع المئات من المتقاعدين أمام منافذ الصرف في بغداد من دون تسلم رواتبهم وحمل متقاعدون حكومة عبد المهدي مسؤولية تجويع الشعب منتقدين الإجراء الذي اتخذته بوقف كافة أشكال الصرف قبل يوم واحد فقط من منح ثقة للحكومة الجديدة في هذه الأثناء أعلنت هيئة التقاعد العامة بأن مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف وأنها بانتظار صدور استثناء من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين ترجمة نانسي قنقر